اشتركوا في القناة وعندنا هنا هنحل ثلاث اختبارات مهمين جدا موجودين في آخر الكتاب المدرسي يعني المتحم بيجي بردك دايما من الاختبارات دا فنركز فيهم كويس ونحلهم وربنا يوفقكم ان شاء الله طيب اول سؤال يعني استمع وضع دائرة ده سؤال الاستماع اسمع معايا ماذا هتفعل انا بلعب كوري القدم يبقى نمبر وان انا سمعت ايه الاختيار ايه نمبر تو what's wrong ما الامر او ما الخطأ فقال it's hot يعني الجو ايه حار يبقى نمبر تو بي نمبر سري did they go to the zoo هل ذهبوا الى حديقة الحيوان ما اسمعنا نمبر ايه did they go to the zoo فقال no they didn't لأ هم لم يذهبوا نمبر فور what is this ايه دوت طبعا عندنا هنا what is this هي نمبر بي فقال it's a tiger انه نمبر نمبر تو listen and complete استمع واكمل برضو امل بتكلم مجدي بتقوله where are you going تريح فين فلا i am going to the market انا راح السوق انا زاهب الى السوق فقالت له why are you going there لماذا انت زاهب الى هناك طبعا هم بيقولونا الكلمة اللي نقصى في المحادثة واحنا بنكتبها في الامتحان ده سؤال استمام برضو طيب why are you going there هو انت ليه رايح هناك السوق قال لها i would like to do shopping some shopping اود ان انا اعمل بعض عمال التصوق قالت له who is going with you من اللي هيروح معاك فقال لها my brother يعني اخويا احمد اخويا احمد هو اللي رايح معايا السوق نمبر سري choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة i am ready for the concert يعني انا بستعد للحفلة الموسيقية i am getting ready for the concert نمبر تو can you is a wild animal هل تستطيع انترى الحيوان المتوحش او الحيوان البري يبقى can you see هل تستطيع انترى نمبر سري how did they play the match ازاي هما لعبوا المباراة they played هما لعبوا انا عايزة حال بقى وعند هنا قوية هذه صفة bad say good جايد صفة انا عايزة حال اوصف بالفعل هما لعبوا well اللي هي الاختيار نمبر اي لعبوا بشكل جيد يبقى نمبر سري هنختار اي الصفحة اللي قدامها page 37 صفحة 37 ميكملين في سؤال الاختيارات نمبر فور i can a a newspaper استطيع ان انا اقرأ جريدة اللي هو read a newspaper نمبر فايد she is a vegetables هي بتقطع الخضروات يبقى الشي chops vegetables نمبر سكس the eagle is faster اي زابرت يعني عايزين نقول اي النصر اسرع من البغبغان اسرع من اسمها faster than faster than هذه زان اهي لان هنا عندك zen هنا اي ذا يعني ذلك للمفرد البعيد وزيس يعني هذا للمفرد القريب لا faster than يعني اسرع من طب نمبر سيفن he plays the a slowly هو عزف على a ببط اللي هنا يتعزف عليه the drums يعني الطبول نمبر 8 space your name and address يعني عايزين نقول اي ما اسمك وعنوانك what's your name and address ما اسمك وعنوانك نمبر 4 circle the odd word and replace it with a correct one حط داي رحواني الكلمة المختلفة واستبدلها بكلمة منازمة طيب عندي هنا flute يعني مزمار وي train كطار drums to pull وتوبا كلهم آلات موسيقية معادة train كطار ممكن نكتب اي آلة مثلا نكتب recorder او اي آلة انت حافظها كويس طيب نمبر 2 badly بشكل سيء quietly بهدوء good جيد ولود بصوت عالي كلهم حال معادة good يعني جيد ممكن اخليها well بشكل جيد ممكن اكتب slowly ببط طيب نمبر 3 lion asad we deer يعني غزالة bird طائر وطايجر نمر كلهم حيوانات معادة bird طائر ممكن اكتب اي حيوان مثلا اكتب dog كلب نمبر 4 run يجري play يلعب يطبخ وشير كورسي طبعا كلهم افعال معادة ممكن اكتب اي فعل بقى في المطارة اكتب مسلا نجوه ويزهق نمبر 5 1 1 2 3 3 فات ثمين كلهم ارقام معادة فات ثمين ممكن نكتب 5 يعني رقم اي رقم خمسة او اي رقم مش مكتوب نمبر 5 read the passage اقرأ الفقرة and answer the questions واكب على الاسئلة every morning كل صباح علي gets up علي بستايكز at 6 o'clock في الساعة السادسة he has his breakfast بتناول افطاره with his family مع اسرته he usually has bread هو عادة بتناول خبز cheese جبنة exobeyed and milk ولبن then بعد ذلك he carries his school bag بيحمل حقبته المدرسية and goes to school ويذهب الى المدرسة on his way to school في طريقه للمدرسة he buys a flower بيشتري وردة he gives it to Mr. Salah بيديها للأستاذ صلاح his English teacher مدرس اللغة الإنجليزية بتاعه he usually has lunch هو عادة بتناول الغداء at 3 p.m الساعة 3 بعد الضهر he goes to bed بيذهب بالفراش at 8 o'clock في الساعة السامنة طب أول سؤال بيقولك علي a up at 6 o'clock بيعمل الساعة 6 فأول سطر قال لنا a gets up at 6 o'clock يعني بيستايكس في الساعة السادسة number two he buys a a to his English teacher بيشتري a بيشتري flower وردة أو زهرة يعني بيشتريها a لمدرس اللغة الإنجليزية بتاعه number three what does Ali have in his breakfast يعني علي بيتناول اف افطاره هو عندنا هنا في السطر التاني بيقولك he usually has bread هو عادت بيكون خطب the cheese give us and milk and milk ولبن دي إجابة السؤال رقم ثلاثة number four what does he do at 8 o'clock بيعمل الساعة 8 في آخر سطر خالص قال لك he goes to bed at 8 o'clock يذهب إلى الفراش في الساعة السامنة ودي إجابة السؤال الرقم 4 طفحة اللي بعد كده عندنا السؤال رقم 6 write a paragraph اكتب فقرة انشائية of 7 sentences من 7 جمل عن the school concert يعني حفل المدرسة الموسيقية لما يجي أكتب الparagraph بسيب مسافة في البداية وببدأ بحرف وما بين كل جملة وجملة بحط والحرف اللي بعد بحرف طيب هنقول إيه على الحفل المدرسة الموسيقية we are at school عندنا حفلة موسيقية في المدرسة I and my friend عمر أنا وصديقه عمر add the music room في غرفة الموسيقية we are helping Mr. Ali بنساعد الأستاذ علي we are cleaning up the music room احنا بأن ننضف غرفة الموسيقية we love to play musical instruments بنحب نعزف العقلات الموسيقية we are happy نحن صعداء نابر 7 rearrange the following words to make correct sentences هنرتب الكلمات عشان نكون جمل صحيحة طب have party did of school kind what they يعني عايزين نقول ما نوع الحفلة اللي أقامتها المدرسة what kind يعني ما نوع of party ما نوع الحفلة did the school have يعني ما نوع الحفلة اللي أقامتها المدرسة number two sadly he recorder the played yesterday هو عزف على الناي بحزن بالأمس بنقول he played هو عزف the recorder على الناي recorder عزف عليه بقى sadly يعني بحزن امتى yesterday بالأمس نقول هتاني he played the recorder sadly yesterday number eight بنكة with the following sentences ضع علامات الترقيم للآتي عندنا هنا ها وميني بوكس كما عدد الكتب ديد أسماء brother اللي أخو أسماء buy yesterday اشتراها بأمس عندي هنا في أسماء في فصل عليا وفي نهاية الكلام نحط question mark عشان ده سؤال طبعا في الامتحان بكتب الجمل كاملة وبحط شرطة تحت اللي أنا غيرته number two أسماء سي برازر went to the geysa zoo last week يعني أخو أسماء راح حديقة الحيوان بتاعت الجيزة لسبوع الماضي طيب عندي هنا جيزة أول حرف capital عشان اسم محافظة كمان زو عشان اسم مكان هنا بص كده لو كانت زو واحدها مش بنها عمل أول حرف capital لكن لو بقى جيزة زو حديقة الحيوان بالجيزة ده مكان مشهور يبقى في الحالة دي هعمل الجيزة أو الحرف capital وفي الآخر وكمان هحط ايه بردك زو أو الحرف capital في الآخر النقطة محطوطة بعد كده في test tool اختبار التاني بج 39 صفحة 39 و30 أول سؤال listen and circle استمع وضع دائرة how can I write the letter D ازاي اكتب الحرف D فقال ok let me show you المدرسة قالت لها حسنا دعيني ايه وريكي يبقى عندي هنا number A B اللي اسمعناها ok let me show you how let me show you تعال اوريكي ازاي بيكتب حرف D number two what did you get in the exam يعني انت حصلت على اف الامتحان فقال I got a hundred يعني انا حصلت على مية number هل انت بتطير الطيارة بنفسك فقال يا سيدو نعم عندي number three A number four where is he going on friday هو الى اين هو زاهب في يوم الجمعة number B هو فقال he is going to the museum هو رايح المدحف number two listen and complete استمع واكمل how was the film كيف كان الفيلم فقال it was nice يعني كان nice يعني لطيف طب بعد كده قاله who is زاهيره من البطل بتاع الفيلم فهيقول هو he is عادل امام هو عادل امام when is it open in the evening يعني هيتم افتتاحه امتى او يعني الحفلة بتاعت الفيلم دوت بتبدأ امتى بداية الفيلم يعني فهي حفلة من ستة لتسعة it is open from six to nine يعني السينما بتاع فيلم عادل الامام من الساعة ستة للساعة تسعة نمبر ثري اختار الاجابة الصحيحة ممكن اسألك بعض الاسئلة القليلة طبعا عندي الاسئلة بتعد فعايز اقول قليل للذي يعد اقول afu هل انت حاب بكونك طيار بعد لايك بيجي الفعل في اي اي ان جي نمبر سري يعني متى زهب الى هونج كونج طبعا بعد برضو بيجي الفعل في المصدر من غير اي ادفات يبقى نقول اي يعني متى زهب نمبر 4 استطيع ان انا speak انجليش استطيع ان انا اتحدث باللغة الانجليزية في بيجي نمبر 40 صفحة رقم 40 نمبر 5 اختي بتستطيع ان هي تعد لغاية رقم 10 نمبر 6 اذا فقص بيجائزة سيكون براود يعني فخور نمبر 7 يعني كم عدد الطيرين الى ناس اللي بيعملوا لدى شركات طيرانكم طب كم عدد يعني how many نمبر 8 بيعطينا هدايا لما بيعود نمبر 4 سركل زا ادوارد حط دا احاولي الكلمة المختلفة سي يقول هومورك واجب بلو ينفخ وبيل يقشر كلهم افعال معادة كلمة هومورك يعني واجب منزلي ونكتب مثلا اي فعل كات بلاي اي فعل كات يعني كات نمبر 2 كايرو القاهرة لندن لندن روم روما وهابي سعيد كلهم عواصم عالمية معادة هابي ممكن نكتب نكتب توكيو مثلا نكتب بارس كل دوت صح نمبر 3 برنامج فيلم فيلم وكلاس يعني فاصل ونيوز اخبار كلهم حاجات خاصة بالتلفزيون والبرامج وكده معادة يعني فاصل وممكن نكتب مثلا ماتش يعني مباراة ماتش نمبر 4 سندي الحد وكتوبر ونوفمبر وديسمبر كلهم شهور السنة معادة سندي ممكن نكتب شهر مارس مثلا شهر مارس نمبر 5 سن رفيع طور طويل وشير يعني قميص كلهم صفات معادة شير ممكن نكتب اي صفة مثلا نكتب كولد يعني بارد نمبر 5 اقرأ الفقرة واجب عن اسئلة كثير من السقحين بيزوروا مصر كل عام لماذا؟ بسبب ان مصر بسبب ان مصر فيها تلتة اثار العالم في الكثير من الشواطئ هوتيل فنادي وحضائق عام زي فيزت ايجيبش ميزيا بيزوروا المتحف المصري ان كيرو في القاهرة زي فيزت بيرامدز بيزوروا الاهرامات و سفينكس و ابو الهول اد جيزة في الجيزة زي ايضا ايضا فيزت تيمبلز بيزوروا معابد ات لكسر في الاكسر زي لف تي بيحبوا يلتقطوا الصور الفوتوغرافية لأماكننا العظيمة كثير من الساحين يجب بيعملي بيزور مصر كل عام يبقى كثير من الساحين بيزوروا مصر كل عام زي كان فيزت ممكن يزوروا المعابد في ات الاكسر يعني في مدينة الاكسر نمبر سري و دو زي تري سي تي يعني الساحين بيحبوا يلتقطوا ايه في اخر سطرة عندنا زي بيحبوا يلتقطوا صور فوتوغرافية لأماكننا العظيمة او الرائعة يبقى دي اجابة نمبر ايه سري طب نمبر فور بيزوروا ايه في الجيزة بيزوروا ايه سفينكس اد جيزة بيزوروا في الجيزة الاهرامات وابو الهول دي اجابة رقم فور رقم ايه اربعة الصفحة اللي بعد كده بيقولك اكتب ايميل سعيد لصديقك سعيد وتلهم اباوت بعد كلمة اباوت هيجي موضوع الاميل اكتب له عن زيارتك زيارتك للاهرامات للاست ويك الاسبوع الماضي طبعا ما اجي اكتب الموضوع يور دي بخليها مواي عشان اقول زيارتي للاهرامات 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 الاسبوع الماضي طب اه اسمك امير ويور ايميل ادرس ودي عنوان بريدك الالكتروني هو مديني ثلاث معلومات هشتغل بيهم في الاول اول حاجة مديني عنوان البريد الالكتروني بتاع صديقي وعنوان البريد الالكتروني بتاعه هكتبه في تاني حاجة والسوبجيك اللي هو موضوع الاميل ده ثالت حاجة فهنا عندي يعني هكتب البريد الالكتروني بتاع صديقي سعيد ات ست دوت كوم من مين اكتب الاميل بتاعه امير ات سبجيك الموضوع زيارتي للأهرامات الاسبوع الماضي هنبدأ الاميل بدير عزيزي واسم اللي انا بعيد له دير سعيد وحطكم وفصل على السطر في مقدمة اقول له كيف حالك وحال اسرتك اود ان انا اغبرك ان انا صورة الاهرامات الاسبوع الماضي انا رحت مع اسرتي باي كار بالسيارة كانت رائعة او مزهلة شفنا الكثير من السياحين زير هناك التقطنا كثير من السور الفوتوغرافية تناولنا الغداء في مطعم لطيف بالقرب من الاهرامات كنا سعادة بعد كده بدي خاتمة بكتبها بكتب المخلص لك امير اللي هو اسمي في الايميل امير سؤال الترتيب يعني هل الاستاذة اميرا كانت معلمة الصف الاول لديكم يعني هل كانت الاستاذة اميرا معلمة الصف الاول لديكم يعني لدي رحلة طيران خارج البلاد مرة كل شهر تمام يبقى عندي رحلة طيران خارج البلاد يعني مرة في الشهر سؤال علامات الترقيم هل والد احمد بيتفرج على التليفزيون وفي الاخر علامة استفهام ده سؤال طب نمبر لا هو مش بتفرج على التليفزيون نو او الحرف و ازنت فيها فصلة عليا اخر تست معنا النهاردة تست سري الاختبار التالت بيتج 42 صفحة 42 استمع وضع دائرة كنت في مبارح بعد الظهر كنت في حديقة الحيوان يبقى نمبر 1 بي نمبر 2 هل بتحب الحيوانات فقال no i don't لا مش بحبها no i don't يبقى نمبر ايه اتنين ايه نمبر 3 when did you travel to Paris امتا سفرت باريس ايه سري ايه فقال العام الماضي طب نمبر 4 what kind of boy do you like to have ايه نوع الفطيرة اللي انت بتحب تتناولها نمبر 4 ايه فقال انقبل باي بليز فطير التفاح من فضلك نمبر 2 استمع واكمل مونة بتقول لامنية هل ذهبت الى الهرامات امنية فقالت yes i did نعم how did you go there كيف ذهبت الى هناك فقالت اي ونت زير باي كار انا ذهبت الى هناك هنا ونت يا ولد ماشي اي ونت زير باي كار فقالت did you go with مع مين روحتي هو يعني من فقالت i went with my فريندس ذهبت مع ايه مع اصدقائي فريندس يعني اصدقائي نمبر 3 اختار الاجابة الصحيحة اي واز اي زكار وين زب زب باندا وق باي يعني انا كنت بخسل السيارة لما دب البند مشي من جنبي طب انا عندي هنا وين يعني عندما بييجي بعدها ماضي بسيط والناحية التانية was اول والفعلي في انجيل هو الماضي المستمير انا كنت بخسل السيارة لما دب البند مشي من جنبي طب نمبر 2 عفاف كانت في يعني لمدة اسبوع اسمها 4 او يعني كم طول المدة اللي انت عادتها في القصر كم طول المدة يعني بيجري بسرعة كويكلي انا قدت بعرف انفق فقاع لما قدت صغير السن يعني 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 ينفق فقاع بيج 43 صفحة 43 هل انت بتطير الطيارة بمفردك بنفسك طيب نمبر 7 كانت بتاخد غفوة او قيلولا نمبر 8 يعني الى اين زهبتي امبارح بالليل يا اميرة قالت رحت السوق يبقى اين يعني where نمبر سؤال حط دا رحوليك كلمة مختلفة واستبدلها سلو بطيء كويك سريع هابلي بسعادة وسات حزين كلهم صفات معادة هابلي ده حال بيوصف الفعل ممكن نخليها هابي بس سعيد اكيد حولناها الصفة نمبر 2 جنيوري ماندي مارش قبريل كلهم شهور السنة نمبر 3 which يعني when متى where اين و do طبعا عندي كلهم ادوات استفهام معادة do ممكن اكتب what يعني ما او ماذا نمبر 4 woman امرأة man رجل big كبير و جير لبنت كلهم اشخاص معادة big ممكن اكتب مثلا boy ولد نمبر 5 himself بنفسه herself بنفسها itself بنفسه غير العقل وجور ملكك كلها ضمير منعكس معادة ده ماينفعش كده لازم اخليه بقى هو كمان ضمير منعكس فقول yourself احطله السلف دي بتحول لضمير ايه منعكس yourself يعني بنفسك نمبر 5 read the passage اقرأ الفقرة and answer the questions واجمع الاسئلة عندنا هنا الفقرة بتاعتنا عبارة عن رسالة بعتها اسماء اللي صديقتها سماح اللي عزلت او انتقلت سكنت فين سكنت في مدينة نيويورك طيب فبتقولها when you moved away لما انت انتقلت للمكان الجديد I was سيد انا كنت حزينة I miss you very much افتقدتك كثيرا do you miss me هل افتقدتيني last Sunday الحد اللي فات I went to our old friend the house روحت المنزل صديقتي هبة صديقتنا هبة القديمة من اجل تناول العشاء she showed me some old photos بعض الصور القديمة of our kindergarten class لفصل الحضانة بتاعنا she reminded me ذكرتني of some interesting actions ببعض التصرفات او الافعال الشيقة we could اللي كنا بنستطيع نفعلها when we were little لما كنا صغر السن do you remember هل تتذكري what you could do كنت بتعرفي تعملي ايه when you were little لما كنت صغيرة you could build huge sandcastles كنت بتستطيع ان انت تبني قلاع رملية ضخمة remember تذكري do you like new york هل عجبتك new york are you making a lot of rent هل انت كوي انت صداقات كتير وبعد كده و بعد كده ماضية في نهاية الرسالة your friend صديقتك اسماء طب اول سؤال هبا شود اسماء سام ووريتها بعض الفوتوز بعض السور القديم number two a could build huge sandcastles اللي كان بيعرف يبني قلاع رملية طبعا هي بتبعت الرسالة الواحدة اسماء سماح وبتقول لها انت كنت بتعرفي تعملي قلاع رملية وانت صغيرة يبقى اللي كانت بتعمل كده القلاع الرملية هي ايه سماح طب number three where does سماح هي عايشة فين عارفنا من الفقرة او من الايميل دوت ان هي عايشة في ايه في نيويورك يبقى نكتب in new york يعني في ايه نيويورك في امريكا طيب بعد كده number four وضت اسماء دو last sunday طب اسماء عملت ايه الحد اللي فات هي راحت منزل صديقتها هنقول she went to here friend heebas house for dinner ذهبت الى ايه منزل صديقتها هبة من اجل تناول طعام العشاء والكلام دوت موجود في الايميل هو في السطر ايه التاني اخر صفحة معنا ياولاد النهاردة page 44 صفحة رقم 44 number six write a paragraph اكتب فقرة انشائية of seven sentences من سبع جمع عن a visit to the zoo زيارة الى حديقة الحيوان i went to the zoo last friday انا زهبت الى حديقة الحيوان الجمعة الماضية i went there زهبت الى هناك with my family مع اسرتي بايكار بالسيارة we saw many animals زير يعني رأينا الكثير من الحيوانات هناك we saw lions شوفنا سود giraffes الزراف and the elephants we fell زه منكز القرود where كل كانوا لطاف زه جراف الزرافة was very tall كانت طويلة جدا we were happy احنا كنا صعداء number seven سؤال الترتيب tv me watch mom my let want يعني ماما لان تدعني او لان تسمح لي بمشاهدة التلفزيون يبقى اقول my mom won't let me watch tv يعني بيقول ماما مش هتسمح لي اتفرج على التلفزيون number two night you did the match football watch lost يعني هل رأيت مباراة كرة قدم الليلة الماضية الليلة الماضية يقول did you watch the football match last night did you watch the football match last night number eight number eight the following sentences ده علامات الترقيم للجمل الاتية when alice brother was little لما اخو علي كان صغير في السن هي could blow a bubble كان بيستطيع انه هو ينفخ في القاعة يبقى عندي هنا ali اول حرف capital في الاخر وفي الاخر حطه stop بنقط عشان دي جملة خبرية طب number two the Egyptian museum المتحف المصري isn't near zazoo مش قريب على حضيقة الحيوان طب عندي هنا Egyptian و museum اول حرفين capital عشان دي اسماء الاماكن المشهورة بعمل اول حرف فيها capital the Egyptian Egyptian capital و museum هنعمل ايه اول حرف في capital درسينا النهاردة انتهى انتظرونا في حل امتحانات المحافظات ان شاء الله مع تمانياتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته